شيع أهالي مدينة طنطة جثمان المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا والتي توفيت اليوم عن عمر نهز 71 عاما تعد المستشارة تهاني الجبالي أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة وحققت العديد من النجاحات في عملها القضائي حيث تم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم للتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه عام 1944